الفساد أكبر تحدي تواجه حكومة محمد شياع السوداني في العراق وزير العدل مطلوب من قبل محكمة عراقية بشبهات فساد في المنف المعروف بإطعام السجناء مستغلا منصبة وفق بيان هيئة النزاهة العراقية التي كشفت أيضا عن استرداد 11 مليون دولار في دفعة جديدة من أصل أموال ما يعرف بسرقة القرن البالغة مليارين ونصف مليار دولار الحكومة العراقية تمضي قدما في إجراءاتها من أجل استعادة الأموال المنهبة من الخارج وتتوحد كل من تسول له نفسه سرقة أموال الشعب العراقي ضمن الأولويات مكافحة الفساد التي تبنيناها كواحدة من أهم الأولويات وبالتحديد استرداد الأموال المسروقة لنتيجة أعمال الفساد هذا العمل مستمر بتعاون واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكن ملف الضمانات الضريبية هو يمثل أولوية بالنسبة للحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال ملاحقة المطلوبين المتورطين في قضايا فساد الفارين إلى الخارج مستمرة تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات هناك فيه التزامات على الدول الأعضاء في الاتفاقيات العراق جاد في تفعيل هذه الاتفاقيات من حيث التزام المؤسسات الدولية والدول المنضوية في هذه الاتفاقيات التزامها بتسليمنا للمطلوبين والأموال المسروقة نعتقد هو هذا السياق القانوني الصحيح الذي يعيد ثقة أبناء الشعب في مسألة مكافحة الفساد بقرار من الدولة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة يشكلان أولوية حكومة محمد شياع السوداني لتطهير البلاد من ظاهرة عششت في أغلب مؤسسات الدولة وما حدثة سرقة القارن التي هزت البلاد سنة الماضية إلا عينة من فساد ينخر جسد العراق